أكد كابتن إيهاب جلال مدير الفني لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أسيبيا في الجولة التانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية أن الغيابات الكتيرة في صفوف الفرعنة لن تؤثر على الفريق في لقاء الغد وقال كمان كابتن إيهاب أنه عندنا كتير من الغيابات في صفوف المنتخب وقال إن شاء الله مش هتمثل لنا مشكلة للعابين الموجودين وعندهم خبرات كبيرة جدا شاركوا في كأس الأمم وكأس العالم وبطلات كتير سواء مع عنديتهم ومع كمان منتخب مصر وقال إحنا بنسعى من البداية أن إحنا نقدم لقاء جيد نسهل على في سنة اللقاء ملعب اللقاء العليق جيد للغاية وقال هو سعيد أنه بيلاقي جودة الملعب ده في ملاوي وعرفين طبعا قناة التفاصيل بيجربع منتخب مصر لعيبة كبيرة جدا على رأسهم محمد صلاح وتريزيجي ونني وياسر إبراهيم واستدعى طبعا منتخب مصر السنائي أحمد رفعة وباهر محمدي لقائمة الفريق اللي إن شاء الله هتواجد في أسيوبيا واهتلعى هتواجه أمام أسيوبيا في ملاوي يوم خلاص موجودين هناك وشغالين بشكل كبير وبكرة إن شاء الله يفرحوا كل الشعب المصري كان في حرص من الجهاز الفني لمنتخب مصر على معينة ملعب بينجو الدولي اللي هيستضيف مباراة منتخب مصر وأسيوبيا غدا الخميس ويتسع أستاب بينجو الدولي اللي تم إنشاؤه عام 2017 لـ 41 ألف مشجع بلغت تكلفة إنشاؤه لـ 70 مليون دولار ويخوض منتخب مصر مرانو الوحيد والأخير في السادسة مساء اليوم وبتوقيت القاهرة ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين وتتاجه نية لدى الجهاز الفني الاستمرار أبو جبل في حراسة مرمع منتخب مصر ويكون هو موجود في التشكيل الأساسي للفرعنة أمام أسيوبيا طبعا الاتنين حراسة اتنين كبار جدا والاتنين عمدنا فيهم ثقة كبيرة جدا نكمل راجع من زمالك بشكل جيد مشارك مع منتخب فت بشكل كبير عشان ناوي عنده كان عنده أصابة قبل كده راجع من الأصابة لعب موضش مهم بعد كده جاءت الكورونا فممكن ما يكونش في أفضل حالاته فهيفضلوا بشكل كبير يريحوا في اللقاء بكرة